صباح خير فوائد أكل الكبدة فوائد أكل كبدة الدجاج فوائد أكل الكبدة الضاني فوائد أكل الكبدة البقري وهل أكل الكبدة أضرار بعض الفوائد وبعض الأضرار لو الموضوع ده يهمك تعالوا كده نسوف مع بعض ورجع للكم تاني ومعاكم دكتور ماجل المنقبالي قناة طب البساطة أخوكم باكيو الصب عن شمسة 91 ودراسات عليا من ألمانيا والنهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا وهو فوائد الكبدة وهل الكبدة أضرار وما هي الأضرار موضوع بين أيوة وبين لا أكل الكبدة هل صحية وكويسة ولا أكل الكبدة لي بعض الأضرار حقيقة أن الكبدة ليها فوائد كتيرة جدا ولها بعض الأضرار زي ما تعملت معنا في القناة البساطة هنمسكهم فوائد الكبدة جهاز جهاز للجسم وبعد كده هنتكلم على الأضرار الكبدة أو بمعنى صح الاحتياطات اللي لازم نأخذها سواء نكون الكبدة تفراخ أو كبدة بقري أو كبدة ضاني الأول نعرف ما هو الكبدة الكبدة ده عضو سواء في الإنسان أو في الحيوان عضو مهم جدا عضو لحمي وهذا ينطبق على الإنسان والحيوان العضو ده مسؤول عن الدم بيجمع الدم بيدخله دم ويخرج منه دم ومليان دم وده مسؤول عن معظم وظائف الجسم ليه وظائف عديدة جدا هو المصنع بتاع الجسم أي حاجة بتتصنع في الكبد أو بتتخزن في الكبد أو بتتطرد من الكبد فهو ليه شغل أو ليه وظيفة مهمة جدا من أهم الوظائف اللي هي الناس عملالها لبس و هنكلم عليها في الفيديو طب التفصيل ليه وظيفة تنظيف الجسم من الزموم دي وظيفة كويسة جدا لو انت بتاكل من يومة ولادت كان الجسم يتملى ثموم كمان بيهضم الزموم ويتردها وبيهضم الدهون لان في العسرة الصفروية اللي بتهضم الدهون انت في أي مكان فيه أنواع كثيرة من الكبد أشهر أنواع الكبد هنتكلم عليها السؤال المهم الطبي هل أكل الكبد مفيد؟ الحقيقة إن الكبد له ما له وعليه ما عليه أكل الكبد له فوائد عديدة وله بعض الأضرار والإحتياطات سأخبركم هذه الصورة مهمة جدا الست بتقطع الدهون التي على الكبد دي بقى أخطر حاجة في الكبد متكلوش الكبد بدهم سواء كان الكبد البقري المعروف أو الكبد العجالي اللي هو يعني من ابن البقر الصوير فيه طبعا كبدة الغنم والخروف اللي بتكلوها في العيد وهي طبعا أهم كبد وأكثر الكبد فوائد هو كبد الفراخ يعني الفرخة بالذات لو متربية زي دي كده في الجنينة بتاعتك أو في البيت أو كده و يبدأ فرخة صحية فهي مفيش مشاكل أن تأكل الكبد بتاعها ممتاز جدا الكبد يا جماعة غني جدا بالفيتامينات والمعادن فيه فيتامينات ومعادن أكثر بكتير جدا من كل اللحوم فيه فيتامين A و فيتامين C و فيه فيتامين B2 و B6 و B12 و فيه بروتين و فيه حديد فهو مليان حاجات غزائية اللي يقولك أن الكبد ليس مفيد يبقى مفهمش الكلام الطبي لدرجة أن احتياجك اليومي كفاية و هذا يحميك من مشاكل العين و مشاكل كمان السرطانات بالذات الشرطان السيدات و سرطانات الجهاز العظمي عموما لأنه مليان كمان معادن فيه مادة اسمها السيلينيوم دي مهمة جدا سنعملكم حلقة مخصوص عنها فيه بوتاسيوم و فسفور و نحاس فالكبد يمد الجسم بكمية هائلة من المعادن و البروتينات عند أكل الكبد و كمية كمان مركزة هنيجي بقى الفوائد الكبد لجسم الإنسان زي ما تعودتم معنا في القناة على البساطة و ناخد أجهزة الجسم جهاز جهاز و نشوف فوائد الكبدة و أكل الكبدة لكل جهاز فيهم أول جهاز يا جماعة الجهاز الحركي و العضلي الكبدة فيها كمية بروتين غير طبيعية أكثر من اللحوم تخيلوا و ننصح بالرياضيين و لعيبة كمان الأجسام أنهم يأكلوا كبدة كتير نمرة 2 أكل الكبدة مفيد جدا جدا للبشرة لنفس السبب العضلات أن البشرة محتاجة بروتين و أكل الكبدة مليام بروتين نمرة 3 الكبدة مفيدة للدم و دي أعتقد أنتم عارفينها يعني طبعا فيها نسبة حديد عالية جدا ده يساعد في تقليل خطر الإصابة بفقر الدم في معظم أنواع فقر الدم بالذات طبعا أنيميا نقص الحديد ننصح دايما الناس اللي هم عندهم أنيميا نقص الحديد و ليس كده و بس ده كمان أنيميا نقص البيت ناشر أنيميا نقص البيت ناشر نسمحنا الأنيميا الخبيثة و إحتار العلماء في تشخيصها و اكتشفت بعد كان السبب نقص البيت ناشر لو الواحد كان الكبدة بقري بالذات بانتظام بيحصل تحسن في الصح نمر 4 أكل الكبدة مفيد جدا للعظام ليه بقى؟ لأن الكبدة يحتوي على فيتامين ك و ده مهم جدا في معالجة الكالسيوم في استخدام الكالسيوم في إدخال الكالسيوم نقص البيت ناشر لأننا شعرنا في القناة طب ببساطة النقطة اللي بعدها فوائد أكل الكبدة للجهاز العصبي الكبدة مفيدة جدا للجهاز العصبي و تريح الأعصاب و تخلي فيتامين بي 12 بل تستخدم في علاج الاكتئاب تخيلوا النقطة اللي بعدها فوائد الكبدة للعين قلنا مليانة فيتامين ألف فإذن هي زي ايه؟ بالضبط زي الكعات الخضرة فإذن هو بيساعد بيقل الخطر للإصابة بالمية البيضة ومشاكل العين زي ما قلنا مفيد جدا للعين طب السؤال المهم كل الناس بتسأله يا جماعة هو أكل الكبدة ده سام هزا الكلام غير صحيح و غير علمي الكبد يزيل السمود و يزيل الفضلات و ينظف ينظف الجسم من السموم ولكن يحتفظ الكبد ببعض السموم في الدهون الكبد إذا لما تكلي أو تشتري كبد الدجاج أو كبد طبعا لما تشتري من بره و تشتري من البيت والحيوان اللي عندك سليم مفيش اي مشكلة يعني انت دبحة مثلا فراخ في البيت أو دبحة بقرة أو خروف العيد مثلا و انت شايف انه سليم خلاص ممكن تكلي حتى الدهن اما بقى لما انت بتشتري من بره تقطيع الدهنة زي ما في الصور الاولانية تقطيع الدهنة ده يؤكد على ان احنا بنشيل السموم اللي هي موجودة لكن اللحمة نفسها بتاعت الكبده و نسيق الكبده نفسه كمية السمين في قليلة جدا ولاز تتغسل كويس على فكرة الكبده يعني احنا السموم بتلتسق بجدار الكبده بس و دي طبعا من النظافة و كلام ده مش من الجوة جسم الحيوان يعني ايه بقى مخاطر اكل الكبده او عيوب اكل الكبده او اضرار اكل الكبده كولسترول عالي لسه بقول لكم شيروا الدهون فالناس اللي بياخدوا ادوية كولسترول يعني لو كانوا وجبة كبده بس فى الأسبوع مفيش مشكلة لكن ما تقطروش منها بالذات فى الاعياد ما ندبهاش جامد يعني فى الكبده نمرة اثنين سبحان الله لو زادت الكبده قوي بالذات مع الست الحامل بننصح الحامل فى اول ثلاث شهور ما تاكلش الكبده بعد كالكبده لها مفيدة عشان الدم والحديد فى اول ثلاث شهور بنخاف من حاجة سبب تسمم فيتامين ايه ده لو كمية الفيتامين ايه ده ده بيؤثر على الجنين وممكن يعمل مشاكل فى الجنين اخر حاجة ان الكبد ممكن يبقى فيه بعض الادوية الدكتور بتاعك لو بيقولك ما تاخدهاش زى مثل ادوية السيولة لانه اصلا بيعمل السيولة كمان مرضى النقرس بننصحهم انهم لا يكلوش كبده مريض النقرس او الناس الاسناء الحامل اول ثلاث شهور او الناس اللى ياخدوا ادوية معينة اللى هي بتأثر عليك وده كانت فكرة عن فوائد واضران الكبده اكيد عندكم اسئلة فى الموضوع اكتبوا لي فى التعليقات فى هذا الموضوع لو اسئلة عامة فى الطب يجب الانتساب فى القناة علشان احنا عندنا اسئلة كتير بألاف الاسئلة وممكن اتواصل معاكم عن طريق الواتسال مستنى اسئلتكم ولايكاتكم واسط فسارتكم كان مرحبا شكرا 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 شكرا